أهلاً لنا بكم من جديدة تيك توك ما بعد بيان المنصة حول استعدادها للتحاور مع السلطات نلساء اليوم إلى متى استبقى موقوفة العمل ما الحلول ممكنة للتواصل والتواصل إلى اتفاقاً فنياً كيف يمكن ذلك؟ كل هذا وأكثر حديث محورنا الثاني وأرحب بضيفي الكريم بوسفج القبلي مساء أخير سب مساء أخير سبب مساء أخير كيف حالك الله يسر إحنا حكينا قبل هيك في تليفونات كيف منوخذها وكيف ممكن أن نسرق محتويات الناس نستكلم متحدث عن التك توك وما سيكون فيه في قادم الأيام بس قبل إيك خلن نستمع سوية إلى تصريح وزير الاتصال الحكومي حول هذا الموضوع نتابع في حوار قانوني فني مع تك توك بسبب ما جرى حصل كان فيه شيء فادح والحوار معهم مستمر ما فيه تفجير فيه ولا دم بلد بالمنطقة إلا حطوا فيديوهات وقالوا هذا بنص مدن أردنية هذا شيء ما له علاقة لا بحرية التعبير ولا بشيء يعني فيه حوار تقني قانوني معهم لا يعالجوا هاي المساء مجد القابلين أخصائي الأمن السبراني مساء الخمر أخرى أهلا بك في نبض بلد وهذه مرة في موضوع مختلف وبدأ أسألك اليوم لماذا ما زال التك توك موقوفا المنصة طلعت بيان بتقول حذفنا الفيديوهات ورغينا كل شيء ما الذي يواصل وقف التك توك في دوردي يعني المشكلة في تطبيق تك توك مش موضوع الفيديوهات الموجودة لي بقدر ما هي مشكلة الخوارزمية التي يستعملها تك توك في نشر المحتوى الإعلامي أو ترويجه حي المشكلة ايش قصدك الآن تك توك بشتغل على خوارزمية جدا يعني خطيرة وعند كثير دول تعتبر يعني مساس بالأمن القومي الموضوع لا يخص الأردن فقط بالمناسب يعني يعني أمريكا من سنة ونصر مشكلة كبيرة بينه بين تك توك وألزموهم بشروط معينة التزمت فيها تك توك التزمت فيها تك توك ايش قصدك بأن الخوارزمية خطيرة انا خلينا اشرح لكم سارة لها حسنا مثلا فيسبوك عندهم رقابة كثير عالية على المحتوى نعم تمام مصات تواصل أخرى أو خلينا نحكي الفيديوهات القصيرة أو الريلز عندهم برضو نفس الشيء تك توك ما عندهم مش هذا يعني هذا الكنترول على هذا المحتوى تك توك انت بتروح بتعمل فيديو معين يعني الآن انت بتعمل أكاونت معين تنشر فيديو معين الخوارزمية تبع تك توك بتشتغلك الآتي هذا الفيديو اللي انت عملته بروح لمية شخص مثلا في محيطك المية شخص دولا يتم دراسة ردود أفعالهم بشكل نفسي كامل كيف يعني يعني مين شاف أول الفيديو مين شاف فيديو كامل مين عادوا قديش عادوا مرة مين عملوا لايك طب مين علق طب مين شيروا طب مين أرسلوا بنانع كل هاي المعايير مثلا الفيديو معين شافوا كثير ناس عادوا أكثر مرة ولكنه ما عملوا إعجاب تيك توك تفهم بشكل مباشر أنه هذا ممكن يكون محتوى سياسي الناس خايف يتعبر عن إعجابها فيه لأنها ربما تخاف من السلطة فيه خلينا نشره أكثر هكذا تعمل تيك توك ببساطة شديدة يعني هي عندها محرك ذكاء اصطناعي جدا متقدم في موضوع في الخوارزمية التي تدير تطبيق تيك توك بهذا الشكل يتم ترويج هذا المحتوى بشكل كثير خطير لذلك في الأحداث خلينا نحكي أحداث قضايا الرأي العام أو الأحداث السياسية اللي بتصير في الأردن بشكل عام تيك توك جزء من خوارزميتو بيرجع يعني فيه بيكون الفيديوز باترن معين أو بيكون إلها خلينا نحكي سيجنة شارز معين يعني تيك توك بيقدر أميز أنه هذا الفيديو احتجاجات شعبية هذا الفيديو ناس مثلا غضبانين على الإشي معين لما يصير حدث معين سياسي في الأردن في هذا الموضوع يعيد إنتاج كل ما هو موجود سابق مش بس في الأردن يعني أول شي بيبلش في الأردن والمحيط فهذا موضوع طبعا جدا خطير ومش موجود في الشبكات الأخرى برضو انت بتحكي مثلا هسا مثلا في الصين يعني المعايير التي يطبقها تيك توك في الصين تختلف عن موجودة في الأردن طب طب المعايير للإنت الضوابط لإنت مطبقة في الصين طبقها في الأردن ليش منطبقها في الأردن لأن القوانين هناك لأن السلطة هناك ما تسمح لك طب طبيقها في الأردن قبل يوم بقول لك إحنا عذافنا 300 فيديو القصة مش في حذف الفيديوهات، شو 300 فيديو رجل؟ 300 ألف فيديو لا لا، شو هذا مش القصة 310 تلاف فيديو يا سيدي يحذفوا مليون فيديو، المشكلة في الخوارزمية اللي بيشتغلوا عليها انت الان لو صير حدث سياسي معين في الأردن، قضية رأي عام معينة قديش عدل الأشخاص اللي منكونوا في الشارع دو مصوروا عن هذا الموضوع؟ والنفرط دو يطلع 100 فيديو؟ طب هاي الميد فيديو ممكن أصير عنها 3000 نسخ خلال ساعة بس وتكون موجودة في كل أردن، شو الفايدين؟ يعني هاي هلا تكتوك بديو يعديل خوارزميتو عشان إحنا مش عجبنا؟ يا سيدي مش عديل خوارزميتو، أنا بجاوبك بصراحة، مش عديل خوارزميتو طب أميركا ألزموكو في ريجوليشن معينة بتخص طريقة عمل الألغوريثم تبعكم طريقة حفظكم للبيانات والتزمتم فيها التزمتم فيها لأنهم هددوكم بالحجب الكامل، التزمتم فيها طب فرنسا صار عندكم مشكلة كبيرة في فرنسا وبرضو التزمتم في هذا الكلام عندك كثير دول مثلا في جنوب شرق أسيا تطبيق قادر على تحديد المنطقة الجغرابية الجغرابية ويتعامل معها بحدودها أنت جرب نزل تطبيق تيك توك سيدنا العزيز بدون ما تحط عليه إيميلك إيميلك، الإيميلك الشخصي بدون ما تعرف عليه تمام؟ هو تلقاء بيأخذ الكونتاكت الموجود عندك، الأسماء ومن الكونتاكت الموجود عندك، كل واحد إله حساب تيك توكه بيقدر يحدده في أي منطقة موجود وشو المحتوى اللي يعرض لك إياه؟ لأنه لم يعرض لك أنت الفيديو اللي بتشوفه هذا مش عشوائي طلع لك يعني الناس بتقلب عشوائي بسهو ما طلع لك عشوائي، لا هو بيكون ماخذ الهيستوري تبعك، الفرنس اللي عندك قديش نسبة اللي بيكون عندهم توجه مثلا سياسي هذا التوجه السياسي يميل للطيار فلاني، هيك بيشتغل بالزبط هكذا يعمل بالزبط، يعني هو الشيء اللي خلينا نسميه النعرة المتطرفة عند أي شخص مهما كانت، ما بيحكي عن التطرف مثلا الديني أو لا 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 يعني أي شيء أنت تاخذه بحديه هو يعمل على تعزيزه عندك بشكل أكثر، بشكل كثير كبير لأنه تيجي أنت تشوف الإحصائيات اللي تخص تيك توك طب أنت، يعني الجزء الأساسي من الناس اللي بتعامل مع هذا التطبيق اللي المحتوى فيه مش مضبوط وما علي كنترول هم فعلياً فعل عمري ما بين 18 و 28 سنة يعني أنت تتعامل مع فئة لسه الوعي الفكري الكامل لهم يعني ما نضج يعني فسهل جداً إنك خلينا نسميها في لغتنا تغسل دماغهم في أشياء وكيفي ناس ينظروا للموضوع هلأ انتبهنا؟ يعني اليوم ما صحينا إحنا في الأحداث الأخيرة صحينا أن التك توك لا شوف بدي أقول لك شغلي يعني أنا عن الطلاع يعني في ناس تنادي في أن يوقفوا التك توك لأمول أخرى شوف أنا بقول لك عن عن الطلاع من ثلاث سنوات تقريباً من ثلاث سنوات وما كان وقتها التك توك منتشر في الأردن كما أقول منتشر الآن يعني وزير الإعلام وقتها يعني أعتقد أهتم في هذا الموضوع يعني أذكر يعني صارت سمع من هذا النوع ونحكى في الموضوع بس وقتها ما كان يعني انتشار التك توك بهذا الحجم ما كان صار عليه قضايا مع دول العالم بالحجم الواقع اللي هو موجود الآن يعني أقول لك حتى يعني طريقة النشر أو سهولة نشر المحتوى الموجود عليه يعني برضو هذا الشيء يدفع للتفكير يعني أنت شوف مثلاً لما صارت بالزبط يعني هاي الفئات العمرية هاي إحصائيه إلى 2022 أنت لما صارت الحرب مثلاً بين أوكرانيا وروسيا تمام؟ أوكرانيا طلعوا تقرير عن تك توك وتطبيق تك توك يعني قبل ما تبدأ الحرب تم بث فيديوهات بطريقة جداً ضخمة في هاي يعني وسائل التواصل المختلفة تم يعني أنت تحكي هنا عند المستخدمين لكن أين تك توك من تك توك في الصورة الأولى هو إحصائيات الزملاء الكرام هاي الفئات العمرية هل نتحدث عن فئات العمرية؟ نعم لاحظ من 17 إلى 24 قديش نعم قديش هون هذا حسب الدولي قديش عدد الساعات اللي أنت تقضيها كأفريج على تك توك هذا طبعاً موضوع كمان أكبر ليش؟ ليش لأنه الموضوع مش بس أنه أنت بتضيع وقت القصة مش موضوع أنك بتضيع وقت لا القصة أنت قاعد يتم توجيهك يعني دماغك منتلي قاعد بتشوف شغلات يعني أو يبرمج دماغك بشكل غير مباشر وأنت مش وائل اللي قاعد بصير لك أنت يعني برأيك هذا التطبيق يستميل الناس ويقضون عليه ساعات طويلة مش هيك؟ لا أنا يعني إتراضي عليه لموضوع فني أكثر يعني موضوع الخوارزمي اللي يعمل عليه هذا التطبيق يعني أنت الآن الإعلام صار صاحة مفتوحة أنت الآن ما تخاطب الأشخاص أنت تخاطب المثقف تخاطب الجاهل تخاطب الطفل بتخاطب الشب بتخاطب اللي معهم مرض نفسي عدم المؤاخذة بتخاطب أنت اليوم أنت معوق في تطبيق أه طبعا 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 لا شك طبعا الطبع الناس نزلت تطبيقات مسانية تكتك براحتك هاي شوف هاي نقطة ثانية أقول لك ليش يعني هاي برضو قليلا أحمل العتب فيها على الجهات الرسمية لأنه هاي التطبيقات أغلب تطبيقات ال VBN فعليا هي بتبيع بيانات المستخدمين يعني هذا تهديد أمني برضو للناس يعني تطبيقات ال VBN انت مش عاملين لك خدمة VBN مجانية يعني زي ما بيحكوها في لغتنا لسوى دعيونك لا هي بياناتك بتبيع على شركات تسويق وشركات دعية وشركات إعلانية بتستفيد منها الشي ثاني أغلب التطبيقات ال VBN بالمناسب الشهر الماضي الحكومة وقفت جزء كبير منها يعني السلطات المعنية وفي كثير دول في العالم بالمناسب يبقفوا تطبيقات ال VBN لأسباب منه انت ما بتقدر تراقب المحتوى لأسباب انها بتعرض سلامة بيانات المواطنين للخطر بتستخدم كثير شركات البيانات بتبيعها وبتشتريها فبرضو الحل اللي راحوا له الناس هذا مش حل يعني يعني بالعكس يعني هذا تهديد كمان برضو خطير بس بالمجمل نعم أنا مؤيد طبعا لأغلاق تطبيق توك توك يعني أنا بصراحة يعني تصريحات معالي وزير الإعلام شوي حسيتها لطيفة معه صدقا يعني المفروض يعني القصة ليست انه مثلا ان يعطيهم شروط فنية معينة او انه لا بالعكس وكان كثير متسامح معهم انا مع انه ما يرجعوش يشتغلوا يعني انت لما تيجي لدولة زي امريكا يجتمع فيها الكونغرس مشان تطبيق تيك توك ويقدموا توصي توصي طبعا هذا حصل في عالم هذا كل لانه تطبيق صيني ولا لانه تطبيق مش عجبكم تطبيق انت شهروا تطبيق صيني مش قصة مش قصة قلت لك النظرية الاولى موضوع الخوارزمية اللي مشتغل عليها وطريقة عرضه المحتوى وطريقة توجيه لرأي العام هذا موضوع جدا خطير يعني ابدأت لك سؤال بسيط جدا مثلا في الاحداث الاخيرة اللي صارت فيديو لشخص دون بكر اسمه مثلا اسافي للقوات المسلحة شكك فيها شكك في الأمن العام شكك في الدنيا التام الكل انهم كلها جاتهم خونا عدد المشاهدين في الاردن الو عدد الفيوز اذكر وصل يعني انت بتحكي عن 18 مش مش بس في العفوا في الاردن مليون وثمانمئة الف عدد المشاهدين مليون وثمانمئة الف طب انت مليون وثمانمئة الف الي شاهدوا هذا الفيديو كلهم واعين أنه هذا الشخص مثلا يعني مثلا هذا الحكي غلط كديش فيهم شخص بتأثر سلبيا في هذا الفيديو وبتم التأثير فيه يعني هون الفكرة هاي الأمثلة المفروض أنه نركز عليه ونهتم فيها أكثر وكي الموضوع مش قصة يعني أنه لا وما بدك تكمم عن الناس تكميم أفواه الناس مش هذا وهي كفي ناس بتحكي أوكي يا سيدي ماشي بدي جاوبك سيدي بدي جاوبك سيدي بدي جاوبك كم عدد الناس اللي بتبث لايف على الفيسبوك في الأردن كثير صح طيب ماشي الآن شخص أسألك مثلا صفحة طلعت على الفيسبوك سيدنا عزيز وبتسيء مثلا لشخص معين أو أي كان روح تبلغت انت فيسبوك عملت ريبورتعي الصفحة في النهاية فيسبوك رح يخضوا إجراء هذا على تيكتوك ما بعمله الشيك وتحديدا في الأمور السياسية وهم غير متعاونين أبدا في هذا الموضوع أبدا طب أيش معنى هذا يعني انت ليش عاملوا معناته بقولك طب هو طلع بيان بيقولك أنا تشربت 310 بعديش طب ماشي ما انت ليش طبتم هذول برجع بطلعهم في ساعة انت في ساعة لألغرثم تبعك رح ترجع تطلعهم رح ترجع تطلع إشي قديم موجود بنفس السيجنيتشر بنفس المتيرة بنفس الأفكار وطلعهم تنشرهم شو ست لا ترى عودة قريبة لتيكتوك رغم كل ما يدور بينه وبين الحكومة إن صحي تعبير لي لا لا طبعا وأنا أعتقد إذا بقوا على هذا الرتم يعني في النهاية عالميا سيتم حجبهم الموضوع مش أغلب الدول رح توقفهم لأنه هذا الحكي قد تقولي هي البتاحة الأمريكية تجاوبة تطبيق معهم وأنها أزمة أنها أزمة أنا بقول لك لأنه حجم حجم استثمارهم هناك جدا كبير مش سهل يعني في الشركات الإعلانية وشركات دعيات يعني حجم الدعيات اللي بيطلع على تيكتوك جدا ضخم حجم الاتفاقيات اللي بينه وبين شركات جدا ضخم فما ما بقدروش يغامروا في خليني نحكي زباين بهذا الحجم يعني أو عدد فيورز بهذا الحجم حسا كثير ناس طبعا في الأردن ضد هذا الموضوع لأنهم مثلا ماديا مستفيدين منه يعني أكي أنا ما عنديش مشكلة يعني تمام حسب عدد المشاهدات وكذا وهو بدفع كثير بالمناسبة إيش هو اللي بدفع؟ تيكتوك تيكتوك يعني في ناس ببث فيديوهات فعليا محتوى يعني أنا خلينا نحكي ما بدي أنقض المحتوى تبعهم أو أسئلوا وفي النهاية هم حرين يعني اللي بده يغني غني اللي بده يطبخه يطبخه يصيره وسهرينهم يعني مش الفكرة في نوع المحتوى بقدر ما هي الفكرة انه الريفينيو أو العائد اللي بيعطوه للناس هو غير منطقي فعليا يعني أنا غير منطقي؟ لا غير منطقي طبعا غير منطقي أنا أبي أعطيك مثال بسيط وإن المنطق أنت الآن قاعد تتفرج على فيديو عجبك شي معين عندك إيقونات معين أنت بتقدر تطيع هدايا لصاحب هذا القناة أسد ووردي وكذا وكل إشي إلو قيمته يعني أنت قاعد تدفع في العشرين وثلاثين دولار والخمسين دولار والمئة دولار على إشي تافع وهذا مش سهل يعني هذا ممكن يتم استخدامه في شغلات أخرى بالمناسبة يعني ممكن يتم استخدامه في دافع مثلا مصاري بطرق غير مشروع ممكن مثلا مثلا حتى نظام التشات الموجود عليه يعني على أشكالات فنية برضو مش بسيطة طب اليوم البعض بيقول أنه تطبيق يعمل عند البعض دون تطبيقات مساندة هذا وارد غير وارد في أردن دون تطبيقات مساندة مش بالفكرة هاي فعليا البعض مشغل أشياء هي مش في بي أن يعني هي فنية بتعمل لك باي بأس لهذا الحكي يعني مثلا بغير يدينا السيرفر الموجود عنده بغير بس هو يعني ما بدوم يعني ممكن يقعد أيام ويرجع يفصل يعني بنفس الفكرة أبدا وأنت لا ترى عودة قريبة له في أردن هذا محسوم إن شاء الله لا إن شاء الله لا طبعا يعني بحكي لك فنيا يعني أنت الآن عندك كثير ناس مثلا على المحتوى السياس على الفيسبوك قداش في ناس عما بيطلعوا لايف على الفيسبوك وبيخبصوا وبيحكوا اللي بدهمية صح ولا لا وقفنا فيسبوك لا وقفنا فيسبوك لا شغال يوميا عندك ناس بتطلعها بتحكي لايف وعندها عادي ألاف المستمعين عادي بس قلت لك المشكلة في تيك توك بتحكي عن فيديوهات جدا قصيرة القرثي متبعوا ما بتميزش بين كبير وصغير بتستهدف الناس اللي أثارهم هذا الفيديو أكثر وبتعزز هذا التوجه عندهم فأكيد هو يمثل خطورة مش بس الموضوع موضوع سياسي بالمناسبة لا هي خطورة يعني خلينا نحكي اجتماعية خطورة تربوية خطورة دينية كثير واضح جدا أشكر كل شكر أخصائل أمن السبراني مجد القبيرين أوضح لماذا لازال تيك توك موقوفا وبرأيك أنه لن يعود بالسرعة التي يعتقدها البعض وتأمل أن لا يعود أبدا إن شاء الله وخوارزميات تيك توك هي الأخطر بكل تفاصيلها وليس حذف الفيديوهات الأخطر هم خارز كيف يتعامل مع الفيديوهات المختلفة أشكر كل شكر مجدي على حضورك